ومعنا للمزيد حول أوضاع من هم الآن في بورت سودان مفادنا جابر منصور ومن مدينة ود مدني بولاية الجزيرة مراسلتنا رشا الرشيد أبدأ معك جابر دعنا في صورة عمليات الإجلاء التي تحدث من ميناء بورت سودان كيف تسير حتى اللحظة نعم هناك رحلات ربما تتوجه مساء اليوم ورحلات أخرى تصل إلى ميناء بورت سودان لنكر رعاية أجانب وكذلك سودانيين يقيمون في مناطق مختلفة بطبيعة الحال ميناء بورت سودان من الموانئ المهمة جدا ليس فقط باعتباره المنطقة الأكثر أمانة ربما في سودان هذه المرة ولكن مهم جدا للمجتمع الدولي وللعالم باعتبار أن التجارة العالمية تمر من هنا من البحر الأحمر ولذلك فإن الحفاظ عليه وأمنه يعتبر أيضا من الأهمية بمكان عمليات الإجلاء تسير ربما بخطة حثيثة لكنها تتناقص بشكل كبير خاصة مع نقصان العداد الرعاية الذين يصلون إلى مدينة بورت سودان يعبرون عبر البحر وعبر المطار أكثر من 24 ربما ألف شخص عبروا بالمنفذين المختلفين هنا من مدينة بورت سودان عمليات الإجلاء ما تزال مستمرة متوقع أن تصل باخرة من المملكة العربية السعودية هذا المساء وأخرى راسية الآن في ميناء بورت سودان بالإضافة إلى بارجة أخرى تصل من المملكة العربية السعودية فضلا من أن قطع بحرية قد تتوجه في لحظات المساء وهي تحمل رعاية أجانب في مقدمتهم من الولايات المتحدة الأمريكية وموظفون كما يعملون في الأمم المتحدة وغيرها سلطات تقول أن الأمر مستتم وأن عمليات الإجلاء تسير بصورة جيدة لكن هناك مناشدات لإيقاف الحرب بين طرفي النزاع في الخرطوم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها لكن الرعاية أيضا يشتكون من كلة الخدمات بالرغم من وجود المبادرات التي تشهدها مدينة بورت سودان من قبل المجتمع المحلي هنا تسابعه رشا أنت في مدينة ود مدني جنوب الخرطوم بولاية الجزيرة وهي أكثر المدن التي شهدت عمليات نزوح لسكان الخرطوم ضعينا في صورة هذه الأعداد الكبيرة جدا من نازحي الخرطوم في ود مدني كيف هي أوضاعهم وإن كان هناك حتى أي تطورات عسكرية لافتة تحدث في محيط ولاية الجزيرة نعم تسابع تطورات عسكرية لا توجد في مدينة ود مدني هذه من الجانب العسكري هناك أوضاع إنسانية وأيضا اجتماعية معقدة جدا شاهدتها داخل المدارس وهي أكثر من عشر مدارس فيها المئات من النازحين من ولاية الخرطوم هناك أيضا المئات وهي الإجمال يقدر بالآلاف كما تعلمين الترابط الموجود بين كل أهالي السودان هناك تواصل مع الأطار والمعارف هناك العديد من الأسر التي تستضيفها أسر أخرى من أبناء المنطقة هناك عمل تطوع كبير جدا يقوله أبناء ود مدني لمحاولة إعاشة وتسهيل الأوضاع والحياة للنازحين في المدارس ولكن هل المواد الغذائية متوفرة الآن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا نزحت من الخرطوم رشا إلى ود مدني نعم إذا نتحدث عن المواد الاستهلاكية في المحلات والبقالات والصباح المستدفعية وتوفر حتى اللحظة لم ألحظ أي شكاوة من الواطنين ولكن فقط الشكاوية في ارتفاع أو عدة ساعات انقطاع الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب أيضا المياه غير متوفرة في كثير من الأحيان لأيام طويلة هناك شوح كبير أيضا في الوقود العربات تقف اليوم ويومين ربما أكثر لمحاولة الوصول لتعبئة السيارات سواء كانت السيارات الصغيرة أو السيارات العامة هذا أدى إلى ارتفاع سعر الغاز أو البنزين أو غيرهم من الوقود وأيضا تكلفة في الإيجارات وغيرها من المواد الأخرى والخدمات السابقة بتأكيد سنبقي عينا على كل الأوضاع الإنسانية للنازحين في ود مدني وكذلك عمليات الإجراء في بورت سودان من ود مدني مراستنا رشع رشيد ومن بورت سودان مفادونا جابر منصور شكرا جزيلا لكم